تعالوا بقى دلوقتي نروح نشوف مع بعض تقرير البس سالر أو الكتب الأكثر مبيعاً في مصر ولكن المرة دي احنا مش هنتكلم عن الأسبوع اللي فات بس احنا هنتكلم عن السنة كلها هنشوف مع بعض هي الكتب الأكثر مبيعاً خلال سنة 2022 ونرجع لحضراتكم على طول مع اقتراب انتهاء عام 2022 يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً نرصدها لكم تبقى لما نوهت عنه دور النش على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت الكتب الأكثر مبيعاً خلال عام 2022 بين التنمية البشرية والترجمات الأدبية والروايات وكتب التاريخ والسيرة الذاتية تصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً كتاب فن التأثير في الآخرين للكاتب باتريك كينغ وهو من ترجمة منار محمد ويتحدث الكتاب عن سر الروابط القوية التي تجمع الناس ببعضهم وكيفية أن تصبح شخصاً محبوباً في أي مكان ولعشاق الرعب جاءت في المركز الثاني رواية نادر فودة سبعة للكاتب والإعلامي أحمد يونس ويمثل هذا الكتاب حالة منفصلة عن جميع ما سبقه من أجزاء تحت نفس الاسم نادر فودة حيث توجد بداخله أحداث وتفاصيل جديدة ومثيرة وإجابات أسئلة دارت في ذهن جميع القراء في المركز الثالث جاء أحدث أعمال الكاتبة الروائية الدكتورة ريم باسيوني بعنوان الحلواني ثلاثية الفاطمين وهي ثالث الثلاثيات التاريخية للكاتبة بعد ثلاثية المماليك والقطائع وفي كتب التنمية البشرية تصدر في المركز الرابع كتاب علاقات خطرة للكاتب الدكتور محمد طه ويتناول الكتاب أنواع وتفاصيل العلاقات الإنسانية التي قد تكون ضارة أو مؤذية لأصحابها وكيفية التعامل معها ويأتي في المركز الخامس كتاب القتل للمبتدئين للكاتب أحمد مراد ولأول مرة يحكي الكاتب عن كواليس كتابته وعن كيفية تطوير منهجه على مدار السنين ثم يحتل المركز السادس كتاب وقاء عربية للكاتب محمد المنسي قنديل ويتحدث عن حكايات من التاريخ وخلاصة التجربة الإنسانية وكان المركز السابع من نصيب رواية خبز على طاولة الخال ميلاد للروائي الليبي محمد النعاس الرواية كانت في قوائم الأكثر مبيعاً على مدار الأشهر الماضية خاصة بعد فوزها بجائزة البوكر لهذا العام احتلت المركز الثامن رواية الجمعية السرية للمواطنين للكاتب أشرف العشماوي والتي صدرت لها الطبعة السادسة عن الدار المصرية اللبنانية في مطلع العام الحالي وهي رواية اجتماعية سياسية في المركز التاسع جاء كتاب مذكرات عز فهمي تحت عنوان أحلام لا تنتهي تناولت الكاتبة حكايتها ورحلتها بكل تفاصيلها كتبتها وحكت فيها حكايات عن حلمها وكيف تحقق بالعزيمة والعمل الجد تختتم قائمة الكتب الأعلى مبيعاً برواية جريمة العقار 47 للكاتبة نوها داود وتدور أحداثها حول جريمة قتل في إطار تشويقي مثير اشتركوا في القناة